السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين متابعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان اليهود في الصين للدكتور بهاء الأمير الكتاب إجابة على السؤال التالي أرجو إرسال هذا السؤال لمولانا الدكتور بهاء الأمير حفظه الله هل من الممكن أن تقوم الحركات السرية بتحويل قيادة العالم من أمريكا وحلفائها إلى الصين وروسيا مع العلم أنك قد ذكرت أن أمريكا دولة أسستها الماسونية كلنا يشهد اليوم الصراع القائم بين أمريكا والصين وروسيا وانقسام الاتحاد الأوروبي والمشاكل التي لحقت بأمريكا بسبب فيروس كورونا وأزمة البترول وظهور الصين بشكل متماسك جدا في أزمة كورونا الإجابة دكتور بهاء الأمير واحد بمدافع أمريكا أو الصين مع بد انتشار فيروس كورونا وظهور الوباء في ووهان ثم في أماكن مختلفة من الصين ومع زيادة الوفيات بسبب الوباء هبطت أسعار أسهم الشركات والمصانع في بورصة الصين خصوصا في مجالات التكنولوجيا والإلكترونيات وهرع مالك الأسهم من الأوروبيين والأمريكيين الذين يستثمرون أموالهم فيها إلى بيع أسهمهم بكميات كبيرة وفي فترة وجيزة مما أفضى إلى انهيار الأسهم وبعد أن خفت حدة الوباء في الصين وما واكب ذلك من انتشاره في أرجاء مختلفة من العالم خصوصا في أوروبا والولايات المتحدة عادت أسعار أسهم الشركات في الصين للارتفاع ولكن بعد أن كانت قد اشترتها أطراف داخل الصين بأسعارها المنهارة فربح هؤلاء أموالا طائلة من الفرق بين أسعار الأسهم إبان الوباء في الصين وأسعارها بعد انتهائه وهو ما دع بعض المحللين إلى القول بأن الأمر لم يكن سوى خدعة صينية وبعضهم نسب ذلك للحكومة الصينية وقالوا إن الوباء كان مدبرا من قبل الصين من أجل السيطرة على الاقتصاد العالمي والنقل مركز التحكم فيه من الغرب إلى الصين وهنا ثمت ملاحظتان الأولى أن حركة المال والتجارة والبنوك ومراكز التحكم في الاقتصاد الغربي ثم العالمي عبر التاريخ تبدو ظاهريا وكأنها تنتقل من بلد إلى بلد آخر أو من أمة إلى أمة مختلفة ولكن في الحقيقة وخلف هذا الظاهر فليس المال والتجارة والبنوك هي التي تتحرك أو ينتقل مركز سيطرتها وتحكمها في العالم بل اليهود هم الذين يتحركون والمال والبنوك تتبع حركتهم وانتقال مركز نشاطهم وسيطرتهم من بلد إلى آخر وهم في كل عصور الغرب أصحاب بيوت المال والبنوك ومن يسيطرون على التجارة وحركتها وبنوك العالم الأولى في كل بلد أسسها وأصحابها يهود بما فيها بنوك بلاليسستان وباندماج هذه البنوك تكونت المجموعات البنكية الكبرى وبتحالف هذه المجموعات تكونت البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا ثم صندوق النقد والبنك الدولي وليس المال والتجارة وحدها التي كانت تتبع حركة اليهود وانتقال تمركزهم ونشاطهم من بلد إلى آخر أو من قارة إلى أخرى بل في كل العصور ثم تمزيج يتبع حركة اليهود وينتقل معهم حيثما انتقلوا ويحلوا أينما حلوا فحركة اليهود عبر التاريخ من بلد إلى آخر يتواكب معها حركة المال والبنوك والتجارة ومركز نشاطها والتحكم في الاقتصاد والقابلاه والعقائد الباطنية والإلحاد والأفكار العلمانية والآداب المنحلة والفنون الإباحية وشيوع وسائل اللهو والترف وتغلغلها في الأنسجة الاجتماعية والظهور الانقسامات في المجتمع وتكوين الحركات السرية ومركز هذا المزيج بكل عناصره في أوروبا إبان الحروب الصليبية منظمة فرسان الهيكل وبعد حلها انتقل تمركزه إلى إسبانيا والبرتغال وإلى إيطاليا ثم من إسبانيا والبرتغال إلى هولندا ومن إيطاليا إلى ألمانيا وبسط أوروبا وبعد ذلك انتقل من هولندا وبسط أوروبا إلى إنجلترا وإسكتلندا وأخيرا إلى الولايات المتحدة وفي هذه النقلات جميعها كان اليهود هم الذين يتحركون وينقلون مركز نشاطهم والمال والبنوك وعناصر المزيج كلها تتحرك في رحالهم وتستقر مع قرارهم ويبدأ بثها ومفعولها من مكامنهم التي انتقلوا إليها وكل نقطة من هذا يواكبها أو يماهد لها حرب عالمية أو فوضى كبيرة فانتقال مركز الاقتصاد والتحكم في التجارة من هولندا إلى إنجلترا إبان القرن السابع عشر كان مواكبا للثورة البروتستانتية وغزو فيلم الثالث حاكم المقاطعات الهولندية لإنجلترا بالاتفاق مع الثوار البروتستانت هو الغزو الذي موله يهود هولندا بزعامة إسحاق لوبيز سواسو صاحب النصيب الأكبر في شركة الهند الشرقية الهولندية وقد انتهت الثورة والغزو بالإطاحة بالملك جيمس الثاني آخر ملوك إنجلترا من الكاثوليك وتنصيب فيلم الثالث البروتستانتي مكانه باسم الملك وليام الثالث وكان الثمن الذي دفعه مقابل ذلك أن منح من مولوا غزوه لإنجلترا وجلوسه على عرشها حق تكوين بانك إنجلترا وإصدار العملة الإنجليزية وكذلك انتقال مركز السيطرة والتحكم في الاقتصاد من بريطانيا إلى الولايات المتحدة كان من خلال الحرب العالمية الأولى التي كان المنتصر الحقيقي فيها نظام الاحتياط الفدرالي ومالك بنوكه والملاحظة الثانية أن مركز الاقتصاد العالمي والتحكم فيه يبدو أنه ينتقل إلى الصين ولكنه انتقال جزئي أو ثانوي والمركز الرئيسي الذي ينتقل إليه مركز التحكم في الاقتصاد وحركة المال مع الوباء ليس الصين بل شبكة الإنترنت والعالم الافتراضي فالكساد وانهيار الشركات والبطالة في العالم الواقعي يقابله ازدهار تقنيات الاتصال والتواصل عبر الإنترنت ورواج التجارة والأسواق الإلكترونية وارتفاع أسهم الشركات العاملة عبر الشبكة الدولية والخطوة التقليدية التالية في جميع هذه النقلات هي ازدهار العملة أو العملات أو وسائط التبادل التجاري وتسوية المعاملات المرتبطة بالنوع الجديد من التجارة وبمركز التحكم والسيطرة الذي آلت إليه النقلة وسيادتها على غيرها من العملات والوسائط قصر الوقت أم طال واكتمال مثل هذه النقلة كان يستغرق في الماضي عشرات السنوات وفي زماننا وبسبب ربط العالم بوسائل الاتصال وشبكة الإنترنت ربما تستغرق بضع سنوات وانتقال مركز التحكم في الاقتصاد وحركة المال إلى مركز جديد لا يعني اختفاء المركز السابق له بل يعني فتح مسار جديد إلى جوار القديم وفي بعض الأحيان يعني صدم المسارين معا من أجل تحريك الأحداث ومسار التاريخ من خلال هذا الصدام مثل حروب هولندا وإنجلترا وحروب المستعمرات الأمريكية ضد بريطانيا وكلاهما كان في قبضة اليهود والماسون وهم الذين يمولون الطرفين ويوفرون السلاح لهذا وذاك ويكنزون من ذلك الثروات التي يسيطرون بها عليهما معا وبينما كان مركز التحكم في الاقتصاد العالمي وحركة التجارة ينتقل من بريطانيا إلى الولايات المتحدة خلال النصف الأول من القرن العشرين كانت بريطانيا في الوقت نفسه هي قاطرة المشروع اليهودي واليهود يمهدون له الشرق ويديرونه من خلالها في المستوى السياسي والعسكري وسواء كانت النقلة من مركز التحكم والسيطرة على الاقتصاد العالمي إلى الصين أو إلى العالم الافتراضي أو هما معا فالذي يجب أن تكون قد أدركته بعد مسيرتك هذه معنا أن جميع المراكز التي انتقل إليها التحكم في الاقتصاد والتجارة وحركة المال عبر التاريخ لم تكن سوى خطوات في الطريق نحو المركز النهائي للسيطرة على حركة المال والاقتصاد وعلى شؤون العالم كلها وهي الدولة البني إسرائيلية وإليك الآن ما تعرف منه أن المركز الذي تتحرك إليه قيادة الاقتصاد وحركة المال ليس الصين بل فئة داخل الصين وأنها لا تفرق عن الولايات المتحدة قبلها ولا عن بريطانيا قبلهما كما يخبرك المفسد العليم في البروتوكول السابع وفي كلمة واحدة توجز خطتنا لإبقاء حكومات الأمميين في أوروبا تحت سيطراتنا فإننا سنظهر قوتنا لأي منها من خلال الإرهاب وإذا نهضوا جميعا ضدنا فسوف نرد عليهم بمدافع أمريكا أو الصين أو اليابان 2- كالمعتاد هناك عدة نظريات عن تاريخ اليهود في الصين وبعضها يذهب إلى أن وجودهم في الصين بدأ مع السبي الآشوري والبابلي في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد وحسب هذه النظرية فاليهود جاءوا إلى الصين من البؤر التي انفصلت عن الجسم الرئيسي للسبي واستقرت في فارس والهند وكان ذلك معاصرا لحكم أسرة زهو وهناك من يعود بهذا الوجود إلى أقدم من ذلك ومع ظهور طريق الحرير في القرن الثالث قبل الميلاد انخرطت مجموعات من اليهود في التجارة واستقر بعض هذه المجموعات في الصين في عهد أسرة هان التي حكمت الصين بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الثاني بعد الميلاد ومع الوقت وترابط مجموعات اليهود في البلدان المختلفة وإيجادة كل مجموعة منهم للغة البلد التي حلوا فيها سيطروا على التجارة في الجزء من طريق الحرير الذي يصل بين فارس والهند والصين ومع ظهور دولة الإسلام وسيطرتها على جل المناطق والبلدان التي يمر بها طريق الحرير وعلى طرق التجارة عموما وارتباط التجارة والتجار بالإسلام والحج ومحطاته بين بلاد الإسلام في أقصى الشرق وبين قلبها في بلاد العرب إن حسرت سطوة اليهود على طريق الحرير وإن لم تختفي مطلقا وفي أوائل القرن الثامن الميلادي في عهد أسرة تانج تحركت مجموعات كبيرة من اليهود من عالم الإسلام نحو الصين واستوطنوا مناطق مختلفة منها والجزء الأكبر منهم كان من فارس ودخلوا الصين برا من طريق الحرير وبعضهم قدم إليها بحرا من سواحل الهند وانخلطوا جميعا في التجارة وفي أوائل القرن الحادي عشر الميلادي فتحت أسرة سونج أبواب الصين لليهود ورحبت بهم بسبب مهارتهم في التجارة وقدرتهم على توفير الذهب والفضة وجلب البضائع والكماليات من أماكن مختلفة من العالم خصوصا مع عودة سيطرتهم على التجارة في الجزء الشرقي من طريق الحرير وبين شواطئ المتوسط الشمالية والجنوبية مع ضعف دولة الإسلام ومرة أخرى كان جل اليهود الذين تحركوا نحو الصين من فارس وقد اتجهوا هذه المرة مباشرة نحو عاصمة أسرة سونج دونج جينج واسمها الحالي كيفينج وقد صارت مع الوقت أكبر بؤرة لليهود في الصين عبر التاريخ إلى أن اندلعت حرب الأفيون التي فتحت بها المدافع البريطانية الصين للأفيون واليهود ومع ترحيب أباطرة أسرة سونج بهم وسماحها لهم بممارسة ما يشاءون من أعمال وتملك الأراضي والعقارات والدخول في الوظائف العامة وتأسيس مدارس خاصة بهم ازدهر اليهود في دونج جينج أي كيفينج وسيطروا على التجارة وحركة المال فيها وصاروا أغنى طبقة في كيفينج وفي سنة 1163 ميلادي ولم يكن قد مر عليهم 100 عام في كيفينج أسسوا أول كنيس فيها وفي الصين كلها ومع بداية حكم أسرة مينج سنة 1368 ميلادي بدأ العصر الذهبي لليهود في كيفينج وفي الصين عموما وكان عددهم حوالي 5000 في كيفينج وحدها فسيطروا على المال والتجارة وصاروا نخبة المدينة ومنهم أطباء الأباطر ومستشاروهم وموظفون رسميون في بلاطهم وسفراء لهم إلى الممالك الأخرى وواكب ذلك أن تصينوا وصاروا صينيين في كل شيء فغيروا أسماءهم العبرية إلى أخرى صينية وتركوا أزياءهم التقليدية وارتدوا الأزياء الصينية وصارت اللغة الصينية لغة تعاملهم بدلا من العبرية وبدأوا في التزاوج مع الصينيين بعد أن كانت تزاوجهم محصورا بينهم ومع هذا التزاوج وبمرور الوقت لم يعد ممكن تمييزهم عن الصينيين الأصلاء وقد كانت تصينهم في جميع المظاهر الخارجية والشيء الوحيد الذي بقي كما هو عقيدتهم وتكوينهم الداخلي وتوارثهم لأنسابهم التي تسري فيها دماء بني إسرائيل المقدسة كالمعتاد 3- مع المدافع البريطانية إلى شانجهاي وهونغ كونغ وما حدث قديما تكرر مرة أخرى في العصر الحديث وكانت بدايته هذه المرة مع حرب الأفيون والمدافع البريطانية في سنة 1840 ميلادي شنت بريطانيا حملة عسكرية على الصين لإجبارها على فتح مدنها أمام تجار الأفيون وإعادة ما صدرته منهم باعتباره ممتلكات بريطانية وكانت تجارة الأفيون هي النشاط الرئيسي لشركة الهند الشرقية البريطانية بين الهند والصين وانتهت حرب الأفيون الأولى بتوقيع معاهدة نانجينج أو نانكين في 29 أغسطس 1842 ميلادي التي نصت على أنه المادة الثانية يوافق جلالة إمبراطور الصين على السماح لرعاية بريطانيا وأسرهم بالإقامة وممارسة التجارة دون قيود ولا تضييق في المدن والبلدات التالية كانتون واموي وفوشاو فو ونينجبو وشانكهاي على أن تقوم جلالة ملكة بريطانيا بتعيين مراقبين أو قناصل في المدن والبلدات المذكورة ليكونوا أوسطاء بين السلطة الصينية وهؤلاء التجار المادة الثالثة من الضروري والمرغوب فيه أن يكون لرعاية بريطانيا ميناء ترس عليه سفنهم ويقومون فيه بإصلاحها عندما يلزم ذلك وأيضا لكي تكون لهم فيه مخازن يحفظ فيها تجارتهم ولذا يتنازل جلالة إمبراطور الصين لجلالة ملكة بريطانيا عن جزيرة هونغ كونغ لتكون في ملكية جلالتها وخلفائها إلى الأبد ومع فتح المدافع البريطانية لموانئ الصين واستيلائها على هونغ كونغ عادت تجارة الأفيون وتجارة شركة الهند الشرقية البريطانية إلى الصين وكانوا خليطا من اليهود والماسون والشركة هي التي أدخلت الماسونية إلى الهند ثم إلى الصين ونقل هؤلاء التجار تمركزهم ومقراتهم من ميناء كانتون وجزيرة مكاو وهي معاقل تجارة الأفيون قبل الحملة البريطانية إلى هونغ كونغ وشانغهاي وموانئ شرق الصين ومع اليهود الذين جاءوا من أوروبا وشركة الهند الشرقية البريطانية على أنهم تجار بريطان وأوروبيون تدفقت مجموعة من أسر التجار اليهود السفرديم الصراحاء من فارس والعراق والهند على هونغ كونغ وعلى الموانئ التي فتحتها الحملة البريطانية خصوصا شانغهاي وحولوها إلى مستعمرة رأسمالية وقاعدة للماسونية في شرق آسيا وأبرز هذه الأسر أسرة ساسون وهم في الشرق نظير أسرة روتشيلد في الغرب والأسرة أصلها من بغداد وكان لأنشطتها مركزان رئيسيان في بوشهر في فارس وفي بومباي في الهند وكان نشاطهم التجاري والمالي يمتد إلى أماكن مختلفة من الشرق كله وكان للأسرة فرع في مصر ومن هذا الفرع جاكوب ساسون الذي اشترك مع بنك مصر في تأسيس شركة مصر للغزل والنسيج وكان يمتلك 61% من أسهمها وإلياهو ساسون الذي أسس بنك القاهرة بالاشتراك مع يوسف قطاوي ومن هذه الأسر أيضا أسرة خضوري من العراق وأسرة جباي من العراق والهند وأسرة هاردون من فارس وأسرة عزرة من فارس والهند وأسرة أبراهام من فارس وهذه الأسر جميعها كانت قبل مجيئهم إلى الصين شبكة مترابطة بالمصاهرات وعلاقات العمل الطويلة لعشرات السنين وكانوا أيضا على روابط وثيقة بيهود الغرب فأسرة ساسون كانوا أسهارا لأسرة روتشيلد ووكلاء لهم في فارس وأسرة خضوري استقر فرع منهم في بريطانيا وكان منهم سفراء وأعضاء في البرلمان البريطاني وخلال بضع سنوات سيطرت هذه الأسر اليهودية المتحالفة على التجارة وعلى جميع الأنشطة المالية في موانئ الصين وجلبت لها الأنشطة الثقافية والفنية الغربية اليهودية خصوصا هونغ كونغ وشانجهاي التي صارت مدينة يهودية الطابع وخلال النصف الأول من القرن العشرين كانت تصدر في شانجهاي وحدها حوالي خمسين صحيفة ومجلة يهودية بمختلف اللغات الصينية والعبرية واليديشية والبولندية والإنجليزية والفرنسية والألمانية وأشهر هذه الصحف وجل هذه الصحف كانت تعمل على ربط اليهود في الصين معا وربطهم باليهود في العالم كله والدعاية للحركة الصهيونية ودعوتها لعودة اليهود إلى فلسطين واجتماعهم في أرض آبائهم واستعادة دولتهم وأول من قدم من هؤلاء واستوطن الصين ديفيد ساسون وابنه إلياس الذين وصلوا إلى هونغ كونغ سنة 1841 ميلادي قبل توقيع معاهدة نانجينغ وأسسوا فيها شركة للصرافة والتجارة وامتد نشاطهم إلى شانغهاي سنة 1845 ميلادي وكانوا قبلها من تجار الأفيون بين بومباي وكانتون وخلال بضع سنوات كون ساسون وابنه إمبراطورية مركزها في هونغ كونغ وشانغهاي وتعمل في مختلف الأنشطة التجارية التصدير والإستيراد وبناء المصانع وتجارة الجملة والتجزئة وتجارة الأراضي والعقارات وتشييد الفنادق والكازينهات وعند اندلاع الثورة الشيوعية عام 1949 ميلادي كانت أغلب الفنادق والكازينهات في هونغ كونغ وفي شانغهاي ملكا لشركة ساسون أما أبرز من وصل الصين من أبناء عائلة هاردون فهو سيلاس هارون هاردون وقد بدأ حياته بالعمل وكيلا لشركة ساسون في شانغهاي ثم أسس شركته الخاصة لتجارة الأراضي والعقارات وصار ملك العقارات في شانغهاي ومن ذلك أنه اشتر أغلب الفنادق والمنازل الواقعة على شارع نانجينغ في شانغهاي ثم تعاقد مع الحكومة الصينية على توفير الفضة اللازمة ورصف الشارع فجنى ثروة طائلة من ارتفاع أسعار العقارات بعد أن صار الشارع التجاري الرئيسي في شانغهاي وعند وفاته سنة 1931 ميلادي كان سيلاس هاردون أغنى رجل في الصين وشرق آسيا وقدرت ثروته ب650 مليون دولار وهي تساوي بأسعار القرن الحادي والعشرين 15 مليار دولار وأما أسرة خضوري فقد استقرت في هونغ كونغ وأسست مجموعة بنكية صناعية تجارية وسيطرت من خلالها على الصناعة في عموم الصين خصوصا الصناعات المتصلة بإنتاج الطاقة وتوليد الكهرباء وما زالت تسيطر عليها إلى يومك هذا وأكبر شركة لتوليد الكهرباء والطاقة في هونغ كونغ الآن هي مجموعة CLB Group وهو اختصار اسمها الكامل شركة الصين لتوليد الكهرباء والطاقة التي أسسها إلي خضور سنة 1901 وهي عبر العقود المسيطر الرئيسي على أسواق الطاقة في الصين وشرق آسيا كله والشركة تملكها بالكامل أسرة خضوري وفي سنة 2017 ميلادي وضعت مجلة فوربس أسرة خضوري ضمن قائمة أغنى الأسر في العالم بامتلاكها لمجموعة CLP ولسلسلة من أفخم الفنادق في هونغ كونغ وقدرت ثورة الأسرة بـ 23 مليار دولار ووضعت ميشيل خضوري رئيس الشركة ضمن قائمة الرجال الأغنى في العالم بثروة قدرها 7.6 مليار دولار ومع ما رأيته من سيطرة اليهود منذ منتصف القرن التاسع عشر على موانئ الصين الرئيسية وعلى اقتصادها والصناعة والتجارة بمختلف أنواعها لن تعجب إذا علمت أن وعد بلفور في الغرب كان يقابله وعد سن ياتسن في الصين والاشتراكي الماركسي صن ياتسن هو مؤسس الصين الحديثة وأول رئيس لجمهورية الصين وكان من الماسون وعضوا في منظمة تشي كونغ تونغ الماسونية ثم انشق عنها وأسس منظمة سرية ثورية مستقلة اسمها تونغ مين هو وفي يوم الرابع والعشرين من أبريل 1920 أرسل صن ياتسن خطابا إلى نسيم إلياهو عزرة أحد أفراد أسرة عزرة التي نقلت نشاطها بعد حرب الأفيون من فارس إلى الصين وهو مؤسس الرابطة للصهيونية في شانغهاي سنة 1903 ومؤسس صحيفة رسول إسرائيل ومحررها وكان الذي يمول الرابطة والصحيفة إلي خضوري فهناك نص وعد سن ياتسن لليهودي الصهيوني نسيم عزرة الذي نشره في صحيفة رسول إسرائيل جميع المحبين للديموقراطية يرحبون ويدعمون الحركة التي تعمل على إعادة أمتكم التاريخية المجيدة التي أسهمت إسهاما كبيرا في حضارة العالم وتستحق عن جدارة مكانا مشرفا بين الأمم وقبل وعد سن ياتسن كان تشين لو وزير خارجية جمهورية الصين قد أرسل خطابا إلى إلي خضوري نفسه في الرابع عشر من ديسمبر 1918 ميلادي يقول له فيه إن الصين تؤيد إقامة وطن قوميا لليهود في فلسطين والآن إلى الموجة الثانية من الغزو اليهودي للصين في العصر الحديث التي بدأت سنة 1896 ميلادي مع توقيع روسيا القيصرية معاهدة مع الصين لمواجهة الخطر الياباني المشترك وكان من بنود المعاهدة إنشاء خط سكك حديدية يمتد بين روسيا ومنشوريا والصين واختارت روسيا والصين هاربن شمال غرب الصين لتكون قاعدة المشروع والمحطة الرئيسية للخط في الصين وهاربن إذاك منطقة ريفية وكان المهندس الذي تم اختياره لإدارة مشروع الخط في هاربن والإشراف على تنفيذه هو اليهودي الروسي أليكساندر يوغوفيتش وكذلك أغلب من وفدوا معه من روسيا من المهندسين والعمال للاشتراك في إنشاء الخط وأعاد المهندس اليهودي البولندي آدم تيزديوفيسكي وكانت بولندا جزءا من روسيا تخطيط هاربن ثم منحت الحكومة القيصرية في روسيا بالاتفاق مع الحكومة الصينية اليهود الذاهبين إلى هاربن حق إدارة شؤونهم ذاتيا فتدفق اليهود من روسيا على هاربن والمناطق المجاورة لها وجاء معظمهم من أوكرانيا ومناطق جنوب روسيا خصوصا بعد اندلاع الحرب بين روسيا واليابان وكان من بينهم مجموعة من الأسر الكاملة ومجموعة من الشباب من كيشنييف وأوديسة معقل حركة أحباء صهيون فارتفع عدد اليهود في هاربن من 45 يهوديا عند البدء في إنشاء خط السكة الحديدية إلى 500 سنة 1900 ميلادي وإلى 3000 سنة 1907 ثم 7000 في السنة التالية ومع نشوب الثورة البلشفية سنة 1917 ميلادي زادت تيار اليهودي المتجه نحو هاربن والقرى التي حولها فوصل عددهم سنة 1921 إلى 15 ألف يهودي فصارت مدينة يهودية خالصة وفيها أكبر تجمع يهودي في شرق آسيا وأشهر الأسر اليهودية الروسية التي استقرت في هاربن أسرة بونر وأسرة كابالكين وأسرة مندلفيتش وأسرة سامسونوفيتش وأسرة سكيدلسكي وأسرة سوسكين ولم تمضي بضع سنوات حتى كانت هذه الأسر المتحارفة بالمصاهرات وعلاقات العمل الطويل قد سيطرت على الصناعة والتجارة وحركة المال في هاربن وجميع مناطق شمال غرب الصين المحيطة بها فأسست عددا من الفنادق ومصانع وشركات متعددة الأنشطة خصوصا في مجال صناعات الخشب والغزل والنسيج وتجارتها وفي سنة 1926 ميلادي كان في منطقة هاربن 28 شركة ومصنعا كلها يهودية وعلى اتصال وأعمال مشتركة مع الشركات اليهودية في عواصم الغرب وفي سنة 1919 تم تأسيس البنك القومي اليهودي في هاربن وكان نشاطه الرئيسي تمويل المشروعات اليهودية وتلاه بنك آخر سنة 1923 ميلادي وكان قد تم تأسيس كنيس يهودي في سنة 1907 ميلادي تلاه كنيس آخر سنة 1922 ميلادي ومدرسة ابتدائية للصبيان اليهود سنة 1903 ومدرسة ثانوية سنة 1909 ميلادي ومدرسة للفتيات ومدرسة لتعليم التوراة والتلمود سنة 1918 ميلادي ومستشفى ومكتبة يهودية وخلال النصف الأول من القرن العشرين كانت تصدر في هاربن عشرون صحيفة ودورية يهودية جميعها بالروسية مع ذا صحيفة واحدة كانت تصدر باليديشية ملاحظة اللغة اليديشية هي عبارة عن خليط من اللغات الألمانية والفرنسية والإيطالية والآرامية والعبرية وفقا للويكيبيديا نعود إلى الكتاب مع ذا صحيفة واحدة كانت تصدر باليديشية وأشهرها صحيفة فيتر مزريخ أو الشرق الأقصى ومجلة يفريسكايا زيسن أو الحياة اليهودية وأما مجموعات الشباب الصهاينة من أبناء حركة أحباء صهيون فقد كونوا في هاربن عدة منظمات صهيونية لتشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين وتنظيمها ومن هذه المنظمات بواليزيون أو عمال صهيون وأجوادات إسرائيل أو اتحاد إسرائيل والصهيونية التصحيحية في هاربن وفي سنة 1912 ميلادي انتقل الصهيوني دكتور أبراهام كوفمان من روسيا إلى هاربن وصار مدير المستشفى اليهودي ثم رئيس المجتمع اليهودي وفي سنة 1919 ميلادي أسس في هاربن المجلس القومي اليهودي في الشرق الأقصى Jewish National Council in the Far East وأول ثلاث مؤتمرات صهيونية ليهود الشرق الأقصى كانت في هاربن الصينية وقد صار كوفمان بعد ذلك رئيس الصندوق القومي اليهودي العالمي وبسبب نفوذ اليهود وسيطرتهم على الاقتصاد والتجارة وحركة المال فتحت شانجهاي وموانئ شرق الصين أحضانها للموجة الثالثة من اليهود التي قدمت إلى الصين مع وصول هتلر والحزب النازي إلى السلطة في ألمانيا وفي سنة 1939 ميلادي كان عدد اليهود الذين وصلوا في هذه الموجة 20 ألف يهودي جاءوا من ألمانيا والنمسا وبولندا ولأن الصين إذ ذاك كانت مفككة وليس فيها حكومة مركزية وتشهد صراعا حادا وحربا أهلية بين الكومينتانغ أو الحزب القومي الصيني بزعامة الجنرال تشاينغ كاي شيك والحزب الشيوعي بقيادة ماو زي دونغ فقد دخل هؤلاء اليهود إلى موانئ الصين خصوصا شانجهاي دون وثائق هوية ولا إجراءات تثبت دخولهم الصين ومن أجل توطين هذه الموجة من اليهود وتنظيم شؤونهم أسس اليهود المسيطرون على شانجهاي في السابع من أغسطس 1939 اللجنة الدولية لتخفيف المعاناة عن اللاجئين الأوروبيين في شانجهاي ثم جمعية يهود وسط أوروبا وجل اليهود في هذه الموجة الثالثة استقروا في هونغ كونغ وشانجهاي والموانئ القريبة منها وانخرطوا في التجارة وبعضهم هاجر بعد ذلك إلى الغرب وإسرائيل وأشهر هؤلاء ميخايل بلومينتال وقد أصبح لاحقا وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية وشاؤول إزنبرغ وقد هاجر إلى إسرائيل وأسس مجموعة إزنبرغ للتجارة والتمويل ونسينا أن نخبرك أن الزعيمين المتصارعين على الصين تشاينغ كايشيك وماو زيدونغ كلاهما من الماسون فأما ماو فكان عضوا في منظمة الهونغ الماسونية وأما تشاينغ كايشيك وهو خليفة سن ياتسن على الكومينتانغ أي الحزب القومي وحليف الأمريكان ضد ماو فهو ماسوني من الدرجة الثالثة والثلاثين وكان عضوا في محفل باقودا 6- في الصين الشيوعية والآن إليك الوجه الآخر من العملة إذ بينما كانت أسر التجار اليهود تغزو الصين وتحول مدنها في شرقها وغربها إلى مستعمرات رأسمالية كانت فئة أخرى من اليهود تنخرط في الحركة الشيوعية الثائرة على الرأسمالية كالمعتاد مرة أخرى ومن أبرز هؤلاء اليهود الذين اشتركوا في الحركة الشيوعية الصينية موريس كوهين وهو يهودي من بولندا قدم مع أبويه إلى هاربن ثم انضم إلى الكومينتانغ وتوثقت صلته بصان ياتسن حتى صار من مستشاريه وبعد وفاة صان ياتسن صار حليفا للقوميين والشيوعيين في وقت واحد رغم صراعهما والحرب التي اندلعت بينهما واليهودي الألماني هانز شيبي الذي انضم متطوعا إلى جيش ماو الأحمر سنة 1939 واليهودي هانز ميلر وهو طبيب من ألمانيا أيضا وتطوع للعمل كجراح في الجيش الأحمر وبعد وصول ماو إلى السلطة وإعلان قيام دولة الصين الشعبية الشيوعية سنة 1949 تبوأ هانز ميلر منصب نائب رئيس كلية الطب في بيجينغ أي بكين واليهودي جاكوب روزنفيلد وهو طبيب من النمسا وجاء إلى شانجهاي لاجئا ضمن الموجة الثالثة من اليهود ثم انضم إلى الجيش الأحمر سنة 1941 وبعد قيام الصين الشعبية صار نائبا لرئيس لجنة الصحة في الحزب الشيوعي الحاكم وقد مات سنة 1952 وهو في زيارة لإسرائيل ودفن في تل أبيب ومثله الطبيب اليهودي الألماني فيلهلم مينزر أما أبرز اليهود على الإطلاق في جيش ماو الأحمر ثم في دولته الصين الشعبية فاثنان من ذوي الجنسية الصينية رغم أنهما ليسا صينيين إسرائيل إبشتين وسيدني شابيرو فأما إبشتين فهو يهودي من بولندا قدم وهو طفل مع أبويه إلى هاربن ثم في شبابه اشتغل في الصحف اليهودية التي كانت تصدر في هاربن ثم انضم إلى الكومينتانج أي الحزب القومي الصيني وتقرب من سونج تشينج لينج زوجة سن ياتسن ثم انضم إبشتين إلى الحزب الشيوعي وتطوع في الجيش الأحمر وأما سيدني شابيرو فهو يهودي من الولايات المتحدة وقدم إلى الصين في أربعينيات القرن العشرين للعمل كمراسل صحفي ومترجم لإجادته اللغة الصينية فتزوج ممثلة يهودية صينية في شانجهاي ثم انضم إلى الحزب الشيوعي الصيني وبعد قيام الصين الشعبية وضع ماو إسرائيل إبشتين على رأس إحدى لجان الحزب الشيوعي الصيني الذي يرأسه والحاكم للصين وبضع سيدني شابيرو على رأس لجنة أخرى ونحسبك لا تحتاج إلى أن نعرفك باللجنتين التي وضع ماو مقالدهما في قبضة اليهود فاللجنة التي وضع مقالدها في يد شابيرو هي لجنة الدعاية والإعلام واللجنة التي وضع على رأسها إبشتين هي لجنة المخصصات أو المالية وبموقعه هذا كان أقوى رجلا في الصين الشيوعية بعد ماو سبعة في الصين الانفتاحية ومن الصين الشيوعية إلى الصين الانفتاحية فبعد وفاة ماو زي دونغ سنة 1976 وبعد صراعات داخلية تولى زعامة الحزب الشيوعي الصيني وقيادة الصين الماركسي دينغ زياو بينغ ولكنه قرر التحول باقتصاد الصين نحو الرأسمالية وفتح أبوابها للبنوك وشركات الاستثمارات الغربية ودمجها في الاقتصاد العالمي ومن أجل ذلك اتخذ إجراءات لتعديل دستور الصين وتقييد تدخل الدولة في الاقتصاد وحركة المال والتجارة وتم إقرار دستور زياو بينغ في ديسمبر 1982 وواكب برامج الدعاية ومؤتمرات التحول إلى الاقتصاد الرأسمالي الحر الاهتمام باليهود والدعوة لاتخاذ مهارتهم في عالم المال والتجارة نموذجا للصين وفي سنة 1988 تم تأسيس مركز الدراسات اليهودية في شانجهاي وبدأ أعماله ومطبوعاته بدراسات عن تاريخ اليهود في الصين وإسهامهم في تطورها عبر التاريخ خصوصا في شانجهاي وهونج كونج وهاربن وكتب الكاتب الصيني الشهير هوانج بيزهاو مقالة في مجلة الصين اليوم يقول فيها براعة اليهود في التجارة والأعمال معروفة في العالم كله ويجب على الصينيين أن يجدوا مستثمرين يهودا وأن يتعلموا منهم وبلغت موجة الدعاية لليهود واتخاذهم نموذجا في الاقتصاد الرئاسمالي ذروتها سنة 1991 بعد التقاء نائب رئيس الحكومة إكيان كيشين بوفد من رجال الأعمال اليهود الأمريكان وتفاوضه معهم ثم تصريحه أن اليهود كانوا دائما شعبا ماهرا ومثابرا ومع الدعاية لليهود والنموذج الرئاسمالي اليهودي توافد اليهود على الصين أفرادا وجماعات مستثمرين ومستشارين وبعضهم من يهود الغرب وآخرون من يهود الصين الذين هاجروا إلى الغرب ومن أمثلة يهود الصين المهاجرين إلى الغرب وجاءوا لفتح الصين أمام اليهود وترسيخ نفوذهم مع التحول إلى الاقتصاد الرئاسمالي ميخائل أو مايكال بلومينتال وزير الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر الذي زار الصين سنة 1979 ومنهم أيضا اللورد لورانس خضوري عضو البرلمان البريطاني وكان يملك فندقا فخما في شانجهاي وشركة للتجارة والتمويل في هونج كونج وقد زار بكين سنة 1985 ميلادي والتقاه دينج زياو بينج ضمن وفدا من المستثمرين اليهود ومنهم يوسف تقواه وكان سفير إسرائيل السابق في الأمم المتحدة وقد زار الصين سنة 1989 وصرح بعد لقائه بزياو بينج بأنه لقد قضيت أجمل أيام صبايا وشبابي في الصين وجئت من أجل التطلع لمستقبل أفضل ومن اليهود الذين جاءوا إلى الصين للعمل كمستشارين في شؤون المال والاقتصاد اليهودي البريطاني البولندي الأصل أستاذ الاقتصاد في جامعة أوكسفورد واليهودي الأمريكي ميلتون فريدمان أستاذ الاقتصاد في جامعتين شيكاغو وكامبرج والحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 1976 وتم تعيينه أستاذا شرفيا في جامعة فودان في شانجهاي وهي أكبر جامعات الصين وأرقاها ثمانية أل روكفلر في الصين والآن إليك علاقة اليهود الأخفياء من أل روكفلر بالصين وقد كان رأس الأسرة ديفيد روكفلر أول مستثمر أمريكي يزول الصين الشيوعية سنة 1973 قبل انفتاح زيو بينج وكان ذلك مع سياسة إثابة الجليد بين الولايات المتحدة والصين التي رفع لواءها الرئيس ريتشارد نيكسون والتقى ديفيد روكفلر إبان زيارته مع إزهو إنلاي نائب ماو زي دونغ ورئيس الحكومة الصينية وفي سنة 1979 بعد انفتاح زيو بينج عادت أسرة روكفلر ومؤسساتها وصندوقها للعمل في الصين وعلاقة أل روكفلر بالصين عبر العقود وثيقة عريقة وزيارة ديفيد روكفلر وعودة مؤسسة روكفلر للصين لم تكن سوى إعادة إلى هذه العلاقات ووصل لمن قطع وقد بدأت علاقة أل روكفلر بالصين سنة 1863 إذ كانت الصين من أوائل الدول التي أدخلها جون روكفلر الأب في نشاطه وكان يقوم بتصدير الكيروسين ولنباته لها قبل أن يؤسس شركة ستاندرد أوف أويل سنة 1875 وبعد تأسيس ستاندرد أوف أويل بنحو عشر سنوات تم تأسيس فرع لها في الصين باسم مي فو فقامت بحملات دعاية بين جموع الصينيين في البلدات والأرياف لحثهم على ترك استخدام الزيوت النباتية ولنبات الإضاءة التقليدية واستخدام لمبات الكيروسين بدلا منها وبلغت مبيعات الشركة من لمبات الكيروسين في الصين في تسعينيات القرن التاسع عشر أربعمائة مليون لمبة وفي الوقت نفسه كان يواكب أعمال شركة روكفلر تمويل البعثات التبشيرية المعمدانية للصين وهو المذهب المسيحي الذي يتغلف به الروكفلر وكذلك العمل على نشر القيم والنمط الأمريكي اليهودي من الحياة في غلاف الأعمال الخيرية والإنسانية وفي سنة ألف وتسعمائة وثلاثة عشر تم تأسيس مؤسسة أو صندوق روكفلر في الولايات المتحدة وكانت الصين من أوائل الدول التي يمتد إليها نشاط الصندوق خارج الولايات المتحدة فتم تأسيس فرع للصندوق في الصين سنة ألف وتسعمائة وثمانية عشر وزار جون روكفلر الإبن الصين بصحبة زوجته أبي لافتتاح الصندوق والمدرسة الطبية التي أنشأها الصندوق وعبر العقود رسخ آل روكفلر وجودهم في اقتصاد الصين عبر شركاتهم خصوصا العاملة في مجال البترول وتغلغل في أنسجتها الاجتماعية والثقافية والعلمية عبر صندوق روكفلر وإنفاق مئات الملايين من الدولارات في تمويل الأنشطة العلمية والإنسانية التي تنوعت بين الطب والزراعة واستكشاف الآثار والآداب والفنون والبحوث الخاصة بالديانات الآسيوية البوذية والهندوسية والطاوية وأبرز أعمال آل روكفلر وأكبر بصماتهم الباقية في الصين على الإطلاق تأسيس كلية طب بكين وقد غيرت الحكومة الشيوعية اسمها سنة 1951 إلى كلية طب الصين China Union Medical College وهي الآن أكبر كلية الطب في الصين ففي سنة 1914 أرسل جون روكفلر الأب بعثة طبية إلى الصين برئاسة فرانكلين ماك لين الأستاذ في كلية الطب بجامعة شيكاغو لاستكشاف التعليم الطبي فيها وإمكانية إنشاء مدرسة طبية فيها على النمط الأمريكي وفي سنة 1915 تم وضع حجر أساس المدرسة وفتتحت سنة 1921 وتكلف إنشاؤها ثمانية ملايين دولار بأسعار ذلك الزمان وصارت تحت رعاية كلية الطب في جامعة شيكاغو وماك لين أول عميد لها وفلسفة السعي إلى إنشاء مدرسة للطب في الصين وفي جميع بلدان العالم أيضا كما قال جون روكفلر الأبن هي أن الطب يتجاوز السلطات ويجذب اهتمام الشعوب أي أن كان نوع الحكومة القائمة وتوجهاتها وإنشاء مدرسة طبية رفيعة المستوى سوف يلعب دورا كبيرا في عرض أفضل ما لدى الحضارة الغربية ليس فقط في مجال العلوم الطبية بل وأيضا في المجالات الإنسانية والثقافة الروحية وبعد إنشاء كلية الطب قام صندوق روكفلر بالاشتراك مع البعثة التبشيرية الطبية التي كان يمولها بوضع برامج لتدريب الأطقم الطبية من الأطباء والممرضات والأطقم الفنية المعاونة وإرسال الأطباء للحصول على شهادات طبية من الولايات المتحدة والعودة لممارسة الطب وتعليمه في الكلية الصينية وحتى منتصف القرن العشرين بلغ عدد الأطباء والممرضات الصينيين الذين تم تدريبهم من خلال هذه البرامج والبعثات بضعة آلاف وفي الوقت نفسه وضع صندوق روكفلر برنامجا إجباريا للدراسات الطبية وأجندة للبحوث في كلية الطب التي أنشأها في بكين ومنذ إنشاء الكلية وعلى رأس قائمة الدراسات والبحوث التي يقوم الصندوق بتمويلها ويرسل البعثات من الأطباء الصينيين للحصول على شهادات فيها من الولايات المتحدة الدراسات الخاصة بتحديد النسل والبحوث في مجالات البيولوجيا وخريطة الجينات والتحكم فيها وفي سنة 1941 إبان الحرب العالمية الثانية أوقف روكفلر نشاطه في الصين إلى أن زار ديفيد روكفلر الصين سنة 1973 والتقى رئيس الحكومة الصينية إزهو إنلاي فعادت أنشطة أسرة روكفلر في الصين كما هي ومن حيث توقفت وكان بنك تشيس والذي تملكه أسرة روكفلر ويرأسه ديفيد روكفلر أول بنك أمريكي يدخل الصين الشيوعية ووقع اتفاقية تنسيق وعمل مشترك مع بنك الصين الوطني National Bank of China وهو إذ ذاك أحد البنوك الثلاثة الكبار المملوكة للحكومة الصينية وفي الوقت نفسه عاد صندوق روكفلر إلى الصين ومرة أخرى كان على رأس أجندته تمويل المؤسسات والبحوث الطبية خصوصا في مجالات البيولوجيا والجينات وعلى رأس المؤسسات التي يقوم الصندوق بالتبرع لها جامعة يينشينغ وهي الجامعة التي تكونت سنة 1920 باندماج المدارس التي أنشأتها البعثة التبشيرية المعمدانية في بكين والتي كان يمولها صندوق روكفلر نفسه ومن أكبر أعمال الصندوق بعد عودته للصين تمويله لإنشاء مبنى لقسم بحوث البيولوجيا في جامعة تسينغ هوا في بكين وفي سنة 2003 كانت مجموعة روز روك كابيتل وهي أحدى الشركات المملوكة لأسرة روكفلر شريك للشركات الصينية في إقامة مشروع عاصمة الثقافة العالمية على مساحة 25 كم عند سفح جبل كينغ لونغ خارج بكين وهو أكبر مشروع تجاريا سياحيا ترفيهي في الصين ويحوي بحيرة صناعية شاسعة ومراكز تجارية ضخمة وأسواقا للمال والصرافة وفنادق وأماكن ترفيهية متعددة وفي بداية شهر مايو 2020 ميلادي ووباء كورونا يشتاح العالم والبترول أسعاره تتهاوى أعلن لوهاو وزير الموارد الطبيعية في الصين أنه سيسمح للشركات الأجنبية أن تعمل في مجال التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجه في الصين بشرط أن يتم تسجيل الشركة في الصين برأس مال لا يقل عن 300 مليون إيوان أي 43 مليون دولار وهو ما يعني فتح الطريق لأسرة روكفيلر لأن تكون شركة الحكومة الصينية في التنقيب عن البترول الصيني واستخراجه وبيعه لأن جميع شركات البترول في الولايات المتحدة ملك لأسرة روكفيلر أو هي صاحبة النصيب الأكبر فيها وهي في الوقت نفسه قلب الشركات المتعددة الجنسية العاملة في هذا المجال والمسيطر الحقيقي على صناعة البترول وتقنياتها وأسواقها وشركة أموكو تقوم بالفعل بالتنقيب عن البترول في بحر الصين الجنوبي منذ سنة 1998 بتصريح من الحكومة الصينية وهي إحدى شركات روكفيلر في الولايات المتحدة واسمها الأصلي قبل أن يتم تغييره إلى أموكو سنة 1985 هو ستاندرد أويل أوف إنديانا 9 آل روتشيلد في الصين ومن اليهود الأخفياء من آل روكفيلر إلى اليهود الصرحاء من آل روتشيلد فقد أخبرناك أن بنك أسرة روكفيلر بنك تشيس كان أول مؤسسة استثمارية أمريكية تدخل الصين الشيوعية سنة 1973 ولكنه لم يكن أول مؤسسة غربية فقد سبقه إلى دخول الصين الشيوعية مجموعة روتشيلد روتشيلد أنت كومباني في بريطانيا وفرنسا إذا سمحت لها حكومة ماوزي دونغ الشيوعية بالدخول وممارسة الأعمال التجارية في شانجهاي مدينة اليهود خصوصا تجارة الذهب والفضة ودخول بنك روتشيلد إلى الصين سنة 1953 لم يكن بداية علاقتهم بالصين بل مثل أسرة روكفيلر كان وصلا لمن قطع إذ كان لمجموعة روتشيلد البريطانية الفرنسية فرع عامل في مجالات التجارة والاستثمار في الصين منذ ثلاثينيات القرن العشرين ومنذ دخولها إلى الصين في ثلاثينيات القرن العشرين يرتبط اسم روتشيلد عند الأثرياء والطبقات العليا من الصينيين بشاتو لافيت وهو اسم لأحد أفخر أنواع النبيذ الفرنسي وتنتجه إحدى شركات مجموعة روتشيلد الفرنسية التي تحمل الإسم نفسه وتأسست سنة 1868 ثم أقامت لها فرعا لها في الصين مع دخولها إليها وبعد انفتاح زياو بينج سنة 1979 تمركزت مجموعة روتشيلد في الصين وصار لها ثلاث مقرات رئيسية في بكين وشانجهاي وهونج كونج ومع الوقت تمدد نشاط المجموعة وتنوع بين الإقراض وتمويل المشروعات الاستثمارية والاشتراك مع البنوك والشركات الصينية في المشروعات الكبرى هو العمل كخبراء ووسطاء في الصفقات بين الشركات الصينية وبينها وبين الشركات الغربية ومن أشهر المشروعات التي أسهمت فيها مجموعة روتشيلد في الصين اشتراكها سنة 1979 في إقامة محطات الكهرباء العملاقة في بكين وجيانج سو وفي مشروع مد خطوط السكك الحديدية في ثمانينيات القرن العشرين وفي سنة 2011 وباتفاق مع الحكومة الصينية قامت مجموعة روتشيلد البريطانية في الصين بتمويل استثمارات صينية في أوروبا قيمتها 750 مليون دولار للإسهام في رفع قيمة الرين مينبي أو الرين مينبي وهو الاسم الرسمي للعملة الصينية ويساوي إيوان واحد وبمناسبة الرين مينبي أعلن بنك الصين المركزي في التاسع عشر من أكتوبر 2019 أنه بعد سنوات من الخطط والدراسات سوف يبدأ في إصدار عملة الرين مينبي الرقمية الإلكترونية ديجيتال وتم إصدارها فعلا في شهر أبريل 2020 وتم تسجيلها في سلات العملات في أسواق المال وتقوم الحكومة الصينية بصرف رواتب الموظفين في المدن الكبرى بالرين مينبي الرقمي وبذلك تكون الصين أول دولة في العالم تصدر عملة إلكترونية رسمية وتتعامل بها فإذا أردت أن تفهم معنى ذلك وعلاقته بوباء كورونا فارجع إلى بداية هذه الدراسة التي بين يديك وما أخبرناك به من انتقار مركز التحكم في الاقتصاد العالمي إلى الصين أو العالم الافتراضي أو هما معا وفي سنة 2017 زار أليكساندر روتشيلد رئيس المجموعة البريطانية الصين والتقى يي جيان مينغ رئيس شركة الصين للطاقة CEFC China Energy وهي أكبر شركة خاصة لتوليد الطاقة وللكهرباء في الصين ومقرها في شانجهاي وجزء كبير من استثماراتها في أوروبا خصوصا أوروبا الشرقية ووقع روتشيلد مع جيان مينغ اتفاقية عمل مشترك في مجالات الطاقة والطيران وتمويل المشروعات الإنشائية الكبرى في الصين وأوروبا الشرقية وأكبر إنجازاتهما المشتركة كانت شراء 14.6% من أسهم شركة روزنيفت بقيمة 9 مليار دولار وهي إحدى أكبر شركات البترول وإنتاج الطاقة في روسيا وتملك مجموعة روتشيلد 4% من أسهم بنك كينغ داو التجاري وهو بنك صيني خاص وأكبر بنوك إقليم شاندونغ ومن أكبر الصفقات التي اشتركت فيها مجموعة روتشيلد في الصين بالتمويل أو الوساطة والسمسرة اندماج شركتي صناعة السيارات نانجينغ وشانجهاي وشراء شركة جيلي للعلامة التجارية لسيارات فولفو من شركة فورد سنة 2010 مقابل 1.8 مليار دولار ومنذ سنة 2007 صارت مجموعة روتشيلد البريطانية وكيلا لمجموعة علي بابا علي بابا جروب وبيت الخبرة والاستشارة الرسمية للمجموعة ومجموعة علي بابا هي أكبر شركة في الصين تعمل في مجال تكنولوجيا لاتصالات والإعلام والتجارة الإلكترونية وضمن أكبر عشرة شركات تجارية تعمل من خلال الإنترنت في العالم كله وفي سنة 2018 بلغت قيمة أسهمها 500 مليار دولار وأرباحها تتجاوز أرباح شركة أمازون الشهيرة وفي شهر أكتوبر 2018 زار مؤسس مجموعة علي بابا ورئيسها جاك ما إسرائيل لحضور مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو وكان المؤتمر تحت رعايته وألقى كلمة قال فيها إسرائيل من البلاد القليلة التي يعرفون فيها أن أثمن الموارد في العالم ليست البترول ولا الذهب بل العقل البشري هيومان برين وإسرائيل تبتكر ليس من أجل نفسها فقط بل من أجل العالم كله وبعد المؤتمر وقع جاك ما اتفاقية للاستثمار المشترك في مجال تكنولوجيا المعلومات مع شركة سكريم للتكنولوجيا سكريم تكنولوجيز التي دي ومقرها في تل أبيب وهنا وبعد ما رأيته من تحالفات بين آل روكفيلر وآل روتشيلد وبين المستثمرين الصينيين نذكرك بأمر ونعرفك بآخر فالأمر الأول أن اليهود يوجدون في الصين منذ قرون عديدة وهؤلاء اليهود العريقون في الصين كما علمت تصينوا فتزاوجوا مع الصينيين واكتسبوا ملامحهم وصاروا مع الوقت الصينيين ظاهرا ولم يعد ممكن التمييز بينهم وبين الصينيين الأصلاء مع احتفاظهم بأنسابهم واعتقادهم أنهم من نسل بني إسرائيل والأمر الثاني أن موجات اليهود الذين جاءوا إلى الصين منذ حرب الأفيون وحتى موجة اليهود القادمين من المناطق الواقعة تحت سيطرة النازية دخلوا إلى الصين خصوصا شانجهاي وهونج كونج إبان حروبا وفوضى والصين مفككة وليس فيها عكومة مركزية وتجتاحها حروب أهلية ولم يتم تسجيل وثائق هوية لهؤلاء اليهود ولا حتى وثائق يعرف منها هل هم أصلاء في الصين أم قدموا إليها حديثا ولا تواريخ قدومهم إلى الصين وكثير منهم انخرطوا في التجارة مع أو عند أقرانهم من اليهود وقد حاز هؤلاء وأبناؤهم مع مجموعات أخرى غيرهم الجنسية الصينية بعد انفتاح زياو بينغ بمقتضى قانون الجنسية الصينية الذي صدر عام 1980 ويحوي مواد خاصة بهونج كونج ومكاو تمنح الجنسية الصينية وحقوق المواطنة في هونج كونج ومكاو لكل من يثبت وجوده المتصل في الصين لثلاثين سنة وإن لم يكن من عرق الهان الصيني ولكل من ولد في هونج كونج ومكاو حتى لو كان أبواه غير صينيين وفي سنة 1998 قامت السفارة الإسرائيلية في الصين بعمل إحصاء لليهود في هونج كونج فكانوا 2500 نصفهم من اليهود حاملي الجنسيات الأوروبية والإسرائيلية والباقون مسجلون في الوثائق على أنهم صينيون ولا يوجد فيها ما يشير إلى أنهم يهود وقدر تقرير السفارة أن هناك كثيرين غيرهم لم يدخلوا في الإحصاء لأنهم لا يرغبون في التصريح بهويتهم اليهودية حتى للسفارة الإسرائيلية 10 وولستريت في الصين ومع أل روكفيلر وأل روتشلد توجد مئات البنوك والشركات اليهودية العاملة في مجال التمويل والاستثمار والصناعة والتجارة في الصين ولكنها تعمل في غلاف أنها أمريكية أو أوروبية والمركز الرئيسي لأغلب هذه الشركات في الصين في شانجهاي وهونغ كونغ فبعد انفتاح زياو بينغ تم تعديل قانون البنوك في الصين وسمحت الحكومة سنة 1982 للبنوك الأجنبية أن تفتح فروعا لها في مدن ومناطق محددة على رأسها هونغ كونغ وشانجهاي وفي سنة 1998 تم توسعة دائرة المدن الصينية المسموح للبنوك الأجنبية بالعمل فيها فصارت 23 مدينة وفي سنة 1999 وصل عدد هذه البنوك الأجنبية العاملة في الصين إلى 25 بنكا وفي سنة وفي سنة 2001 انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية فتم تعديل قانون البنوك مرة أخرى فأزيلت القيود على تسجيل البنوك الأجنبية وعملها وصار مسموحا لها الاشتراك في ملكية البنوك الصينية الخاصة بنسبة 25% ومن ثم يتم التعامل مع البنك غير الصيني على أنه صيني وفي سنة 2003 تم السماح للبنوك الأجنبية الأوروبية والأمريكية أن تشتري أسهم البنوك الصينية الحكومية وتشترك في ملكيتها وبمقتضى ذلك اشترت مجموعة سيتي بانك 4.6% من أسهم بنك شانجهاي للتنمية شانجهاي بودونغ ديفلوبمينت بانك الذي يملك البنك المركزي الصيني 40% من أسهمه والسيتي بانك ترأسه الآن اليهودية جين فريزر وكانت قبل ذلك رئيسة قسم التحليل والبيانات في مجموعة جولدمان ساكس وفي سنة 2004 اشترت مجموعة HSBC 20% من أسهم بنك الاتصالات Bank of Communications الذي تملك الحكومة الصينية 25% من أسهمه ومجموعة HSBC أسسها اليهودي البريطاني توماس سوثرلاند في هونغ كونغ سنة 1887 وفي سنة 2005 اشترى بنك أمريكا 9% من أسهم بنك التعمير والإنشاء الصيني China Construction Bank ثاني أكبر البنوك الحكومية في الصين وفي سنة 2006 دخلت مؤسسة Goldman Sachs اليهودية الأمريكية شريكا مع الحكومة الصينية في البنك التجاري الصناعي الصيني ثالث أكبر البنوك الحكومية في الصين إذ اشترت 10% من أسهم البنك ثم باعت Goldman Sachs أسهمها في البنك لشركات خاصة أخرى فكانت أرباحها من هذه الصفقة 7.5 مليار دولار وبعد البنوك إليك أشهر الشركات اليهودية الأمريكية وأكبرها في الصين مع استثماراتها مقدرة بالدولار الأمريكي حسب إحصائية سنة 2010 أقرأ عليكم الجدول الذي يحوي أسماء المؤسسات وقيمة الاستثمار بالدولار جينرال موتورز 2 مليار دولار سيتي جروب 1.5 مليار دولار جينرال إليكتريك 1.1 مليار دولار بريستول مايرز سكويب 620 مليون دولار كوكاكولا 500 مليون دولار هيولت باكارد 400 مليون دولار بروكتور آنغامبل 360 مليون دولار أموكول البترول 350 مليون دولار AT&T للاتصالات 250 مليون دولار نايك 190 مليون دولار وكما ترى الصين ليست سوى طبعة جديدة من وول ستريت اليهودية 11. الصين وإسرائيل وبقيت علاقة دولة بني إسرائيل بالصين وعلاقة إسرائيل الدبلوماسية مع الصين الشعبية بدأت رسميا بافتتاح السفارة الإسرائيلية في بكين سنة 1922 ولكنها فعليا أقدم من ذلك وكانت إسرائيل أول دولة خارج المعسكر الاشتراكي تعترف بدولة الصين الشعبية بعد ثورة ماوزي دونغ الشيوعية وكان ذلك في شهر يناير 1950 وتأخر العلاقة العلنية الرسمية كان بسبب الحرب الباردة وتوتر العلاقات بين الصين الشيوعية والولايات المتحدة الأمريكية وفي المؤتمر الأول للدول الأفرو آسيوية الذي انعقد في باندونغ في إندونيسيا في أبريل 1955 ردت الصين الجميلة لإسرائيل إذ دعت الدول الأعضاء في المؤتمر ومنها دول عربية على رأسها مصر إلى عدم مقاطعة إسرائيل تجارياً وفصل العلاقات التجارية عن المواقف السياسية وبعد ذلك ورغم عدم وجود علاقات رسمية وتمثيل دبلوماسي بين الصين وإسرائيل نمت العلاقات بينهما في مختلف المجالات وعلى رأسها التجارة وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال والأكاديميين وفي سنة 1980 بدأ برنامج سري للتعاون بين الصين وإسرائيل في المجالات العسكرية وصناعة السلاح وكانت بوابة هذا التعاون القنصلية التي أنشأتها إسرائيل في هونغ كونغ وكانت إذ ذاك ما زالت تابعة لبريطانيا والوسيط الرئيسي في هذا التعاون رجل الأعمال وتاجر السلاح اليهودي شاول إزنبرغ وهو كما علمت من قبل كان أحد المهاجرين اليهود من أوروبا النازية إلى شانجهاي ثم هاجر إلى إسرائيل وأسس مجموعة استثمارية تجارية باسمه وفي سنة 1987 أوفد شيمون بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلي رجل الأعمال والمستثمر عاموس يودان إلى الصين في مهمة سرية وكانت إنشاء فرع لشركة كوبيكو في الصين وهي شركة حكومية إسرائيلية وقد صار عاموس يودان بعد ذلك رئيس غرفة التجارة في هونغ كونغ وفي سنة 1990 تم افتدع مكتب تمثيل دبلوماسي إسرائيلي في بكين في غلاف أنه مؤسسة للدراسات والمحوث وكان اسمها الأكاديمية الإسرائيلية للعلوم والإنسانيات إسرائيل أكاديمي of Sciences and Humanities وتم افتدع مكتب صيني مماثل في تل أبيب في ستار أنه مكتب لخدمات السياحة الدولية International Travel Service وأول سفير لإسرائيل في الصين زائف سوفوت كان رئيس الأكاديمية الإسرائيلية في بكين وفي سنة 1991 وقبل أن يتم افتدع السفارة الإسرائيلية في بكين زار وزير الدفاع الإسرائيلي موشي أرينز الصين لبحث سبول تنمية التعاون العسكري بين الصين وإسرائيل والقائم فعلا منذ سنة 1980 تلتها زيارة أخرى لوزير الخارجي الإسرائيلي ديفيد ليفي سنة 1992 وفيها تم الاتفاق على بدء العلاقات الدبلوماسية الرسمية وتبادل السفارات وبعد بدء العلاقات الرسمية توالت زيارات ساسة إسرائيل للصين وأبرز من زاروا الصين منهم بعد افتدع السفارة إسحاق رابين رئيس الوزراء الذي زار الصين سنة 1993 وذهب إلى شانجهاي مدينة اليهود وأعلن منها أن إسرائيل وجميع اليهود في العالم ممتنون لشانجهاي لتوفيرها مأوى للاجئين اليهود القادمين من أوروبا النازية وفي سنة 1999 زار رئيس الدولة اليهودية عزرا وايزمن الصين وأيضا زار شانجهاي وأعلن من الكنيس اليهودي فيها امتنانه لشانجهاي وللشعب الصيني لاستقبال اليهود الهاربين من النازية وفي سنة 2007 زار رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمارت الصين ولكنه زار هاربين وليس شانجهاي لأن أباه موردخاي أولمارت وأمه بيلا ويجمان كان من المهاجرين الروس إلى هاربين وأبوه كان أحد قادة اليهود فيها وفي سنة 2013 زار رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو الصين ووقع اتفاقية مع حكومة الصين للتعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة والزراعة وبحوث البيئة فإليك نبذة عن أبرز مجالين يتم التعاون فيهما بين الصين وإسرائيل وهم المجال العسكري والتجار والاقتصاد فأما التعاون في المجالات العسكرية فقد بدأ كما علمت في بداية الثمانينيات من القرن العشرين ببيع إسرائيل الأسلحة الغربية للصين ثم تطورت العلاقة بينهما بصورة سريعة مع أعداث ميدان تيانمين السلام السماوي في بكين سنة 1989 وقمع الحكومة الصينية لمظاهرات الطلاب المطالبة بالديمقراطية مما أفضل لمقتل الآلاف منهم فمع توتر العلاقة بين الصين والدول الغربية فتحت إسرائيل أبواب التعاون العسكري مع الصين على مصراعيه وصارت الباب الخلفي الذي تدخل منه تكنولوجيا صناعة السلاح إلى الصين فباعت للصين تكنولوجيا صناعة طائرات آي 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 لافي وهي مقاتلات نفاثة صنعتها إسرائيل على غرار تكنولوجيا طائرات F-16 الأمريكية وكذلك تكنولوجيا الطائرات بدون طيار UAV وفي سنة 1992 نقلت إسرائيل إلى الصين تكنولوجيا صواريخ باتريوت أرض جو باتريوت ميسلز الاعتراضية المضادة للصواريخ الباليستية التي كانت إسرائيل أول دولة تحصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية وفي السنوات الثلاثة الأولى من تسعينيات القرن العشرين بلغت قيمة مبيعات إسرائيل من تكنولوجيا السلاح للصين 4 مليار دولار وقد أعادت إسرائيل توظيفها في تطوير تكنولوجيا صناعة الصواريخ والطيران في مصانعها وحسب تقرير للجنة الأمريكية لمراقبة العلاقات الأمنية والاقتصادية مع الصين فإنه منذ بداية القرن الحادي والعشرين صارت إسرائيل ثاني مورد لتكنولوجيا السلاح الأجنبي إلى الصين بعد روسيا خصوصا في مجالات صناعة الصواريخ والطائرات والأقمار الصناعية والليزر وبسبب ذلك لا تنقطع زيارات المسؤولين العسكريين الصينيين لإسرائيل ومن أمثلتها زيارة وزير الدفاع الصيني إتشاي هاوتيان لإسرائيل في شهر أكتوبر 1999 ولقاؤه برئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع إيهود باراك وهو اللقاء الذي أسفر عن توقيع اتفاقية توريد أنظمة طائرات حربية للصين قيمتها مليار دولار وزيارة الأدميرال وو شينجلي قائد البحرية الصينية لإسرائيل في شهر مايو 2011 ولقاؤه أيضا مع باراك والأدميرال إليار مارمون قائد البحرية الإسرائيلية لبحث التعاون العسكري في المجالات البحرية وفي الشهر التالي يونيو 2011 زار باراك الصين والتقى رئيس أركان الجيش الصيني إتشين بينجدي أو بينجدي وفي شهر أغسطس 2012 زارت قطع من البحرية الصينية بقيادة الأدميرال يانج جون قاعدة حيفاء البحرية الإسرائيلية للاشتراك في الاحتفال بمرور 20 سنة على بدء التعاون بين القوات المسلحة الإسرائيلية ونظيرتها الصينية والآن إلى العلاقات التجارية والاقتصادية بين إسرائيل والصين وهي بيت القصيد وما أتيناك بتطور العلاقات بينهما من أجله لكي تضيفه إلى ما علمته من موقع يهود الصين ويهود الرأسمالية في الغرب من الاقتصاد الصيني وتدرك أن النقلة في مركز الاقتصاد العالمي هي من الولايات المتحدة إلى الصين في ظاهرها وغلافها ومن اليهود إلى اليهود في باطنها وحقيقتها وإذا كانت إسرائيل هي ثاني مورد لتكنولوجيا السلاح إلى الصين بعد روسيا فالصين تتجه إلى أن تكون الشركة التجارية الأول لإسرائيل سابقة الولايات المتحدة الماسونية وفي سنة 1992 مع بدء العلاقات الرسمية والتمثيل الدبلوماسي العلني كان حجم التبادل التجاري بين الصين وإسرائيل 30 مليون دولار ومنذ ذلك الحين يزيد بنحو 20 إلى 30 بالمئة سنويا وفي سنة 2010 وصل إلى 10 مليار دولار وفي الثالث من يوليو 2011 وقعت الصين وإسرائيل اتفاقية لتنمية التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية فقفز حجم التبادل التجاري بينهما سنة 2013 إلى 15 مليار دولار وصارت الصين الشريكة الأول لإسرائيل تجاريا وأكبر مستورد منها وسوقا لمنتجاتها في آسيا والثالثة في العالم كله بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفي مايو 2015 تم توقيع اتفاقية أخرى بين وزارتي التجارة الصينية والإسرائيلية لخفض الجمارك على السلع المتبادلة وتسهيل إجراءات حركة التجارة بينهما وفي مارس 2016 زار رئيس وزراء إسرائيل بن يمين نتنياهو الصين بصحبة وزراء المجموعة الاقتصادية في حكومته والتقى رئيس الحكومة الصينية زي جينج بينج وتم توقيع عشرين اتفاقية تجارية مع الحكومة الصينية ومن بعدها تتجه الصين إلى تجاوز الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتصبح الشركة الأول لإسرائيل اقتصاديا في قارات العالم كلها ووكب نمول علاقات التجارية بين الصين وإسرائيل إنشاء الصين قسما في جامعة بكين سنة 2012 لدراسة الاقتصاد في إسرائيل وفلسفته في اليهودية مع إنشاء أقسام في عدة جامعات صينية لتعلم العبرية وعلى رأس قائمة ما تستورده الصين من إسرائيل بعد تكنولوجيا السلاح والطيران تكنولوجيا توليد الطاقة الشمسية وصناعة الروبوتات وتكنولوجيا الري والزراعة وتحلية مياه البحار وكمثال في سنة 2012 وحدها استولدت الصين من إسرائيل أنظمة تكنولوجية للري فقط قيمتها 300 مليون دولار وفي سنة 2017 وصلت واردات الصين من إسرائيل إلى 6 مليار دولار ويوجد في الصين نحو 500 شركة إسرائيلية تعمل فقط في مجال صناعة الأغذية الكوشير وتوفيرها لليهود في الصين ودول شرق آسيا المختلفة وتصديرها لأوروبا وهي الأغذية الحلال في الديانة اليهودية وخلاف شركات الكوشير يبلغ عدد الشركات الإسرائيلية التي افتتحت لها فروعا ومراكز في الصين حوالي ألف شركة وأغلبها في بكين وشانجهاي وهونج كونج وفي شهر مارس 2017 تم توقيع اتفاقية بين جاو إيينجيكس رئيس بنك الصين أحد البنوك الحكومية الأربعة الكبرى في الصين وديفيد بروديت رئيس بنك لومي واسمه الكامل البنك الوطني الإسرائيلي وهو أول بنوك إسرائيل الحكومية وبناء على هذه الاتفاقية يقوم بنك الصين بتوفير العملة الصينية المحلية اليوان للشركات والمستثمرين الإسرائيليين العاملين في الصين عبر حساب بنك لومي في بنك الصين ومع توقيع الاتفاقية بين البنكين وقع فرع بنك لومي للتكنولوجيا اتفاقية أخرى مع مجموعة بينج آن وهي أكبر شركة للتأمين في الصين لتمويل نقل التكنولوجيا الإسرائيلية إلى الصين عبر إدخال شركات التكنولوجيا الإسرائيلية للعمل في الصين وعلى الجانب الآخر وبناء على الاتفاقية التي تم توقيعها سنة 2011 تقوم الحكومة والشركات الصينية العملاقة باستثمار الأموال في المؤسسات والشركات الصناعية والتجارية العاملة في مجالات التكنولوجيا في إسرائيل وكذلك شراء حصص من أسهمها خصوصا في مجالات الزراعة والصناعة الأدوية والأجهزة الطبية وتكنولوجيا الاتصال والكمبيوتر بموافقة ودعم من هيئة الابتكار الإسرائيلية وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن البحوث العلمية وتطوير الصناعات والتكنولوجيا وفي سنة 2017 بلغت الاستثمارات الصينية في إسرائيل 16.5 مليار دولار فصارت الشركة الثاني للمؤسسات التكنولوجية في إسرائيل بعد الولايات المتحدة الأمريكية وفي تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست في ديسمبر 2017 أن الصين تتجه لتخطي الولايات المتحدة واحتلال المرتبة الأولى في تمويل بحوث التكنولوجيا والاستثمار في صناعاتها في إسرائيل ومن أشهر الشركات الصينية التي تستثمر في إسرائيل أو أقامت فروعا لها فيها فوسن وكيماتشينا أي الصين للكيمويات وحوريزونز وفينتشور وهواوي وزيومي ومن أكبر صفقات الاستثمار الصيني في إسرائيل شراء شركة برايت فوتس الصينية سنة 2014 56% من أسهم شركة إتنوفا الإسرائيلية بقيمة 2.5 مليار دولار وفي سنة 2011 اشترت شركة الصين الوطنية للكيمويات 60% من أسهم شركة مختشيم الإسرائيلية وكانت قيمتها 2 مليار دولار ثم في سنة 2017 اشترت الـ 40% الباقية من الأسهم وصارت المالكة الوحيد للشركة وفي يونيو 2015 اشترت شركة فوسن الصينية 52% من أسهم مجموعة ديليك إحدى أكبر شركات إنتاج الطاقة والإنشاءات في إسرائيل وفي سبتمبر من السنة نفسها اشترت فوسن بموافقة وزارة التجارة الإسرائيلية شركة آهافا لمستحضرات التجميل وفي سنة 2016 اشترت خمس شركات صينية أكبرها يون فينغ ومن شينغ شركة بلاي تكفا الإسرائيلية لتصميم الألعاب الإلكترونية وتسويقها عبر الإنترنت وكانت قيمة الصفقة 4.4 مليار دولار وفي سنة 2017 صارت شركة بيدو وهو أكبر محركا صيني للبحث في الإنترنت شريكا في شركة بيكسيلوت الإسرائيلية لتقنيات التصوير بالفيديو ورفع الأفلام على الشبكة وفي سنة 2013 تبرع لي كا شينغ وهو مؤسس مجموعة شيونغ كونغ في هونغ كونغ ورئيسها ورقم 30 في قائمة أغنى الأشخاص في العالم بثروة قدرها 29 مليار دولار ومؤسسته تعتمد أعمالها بين التمويل البنكي وتكنولوجيا الاتصالات وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والإنشاءات وتجارة العقارات تبرع ب130 مليون دولار لتخنيون وهو معهد إسرائيلي للتكنولوجيا وكان أكبر تبرع يحصل عليه المعهد في تاريخه والجزء الأكبر من قيمة تبرع كا شينغ كان من أرباحه في شركة واز الإسرائيلية لبرامج الخرائط الملاحية عبر الأقمار الصناعية جي بي اس التي هو شريك فيها بنسبة 11% ومع نمو العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما وحث الحكومة الصينية شركات السياحة على تنظيم رحلات منتظمة إلى إسرائيل وصل عدد السياح القادمين لإسرائيل من الصين في سنة 2017 إلى 123 ألف سائح وتم افتتاح خطوط طيران مباشرة بين شانغهاي وتل أبيب وهونغ كونغ وتل أبيب بالإضافة إلى خط بكين تل أبيب وصارت الصين على رأس قائمة الدول التي تصدر السياح لإسرائيل والآن وبعد أن رأيت موقع الصين من الشق العالمي في المشروع اليهودي وبوادر انتقال مركز التحكم اليهودي في الاقتصاد وحركة المال والتجارة إلى الصين في طريقه إلى مركزه النهائي في إسرائيل إليك ما تعرف منه كيف صارت الصين من خلال علاقتها التجارية والاقتصادية مع دولة بني إسرائيل جزءا من المشروع اليهودي في شقه الشرقي بلالي سستان في سبتمبر 2011 بعد توقيع اتفاقية تنمية التعاون بين الصين وإسرائيل في المجالات الاقتصادية والتجارية أعلن وزير النقل الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل والصين تبحثان عن مشروع إنشاء خط سكك حديدية فائق السرعة يربط البحر الأبيض بالبحر الأحمر لتسهيل نقل البضائع بين الصين وإسرائيل وأوروبا وأن الشركات الصينية والإسرائيلية ستشتركان معا في تنفيذ المشروع ومشروع ربط موانئ إسرائيل على البحر المتوسط الذي يصلها بأوروبا بموانئها على البحر الأحمر الذي يصلها بالصين وشرق آسيا سيجعل إسرائيل محور حركة التجارة العالمية ويضرب تلقائيا الطريق البحري المار بقناة السويس وفي الشهر التالي أكتوبر 2011 تم توقيع مذكرة تفاهم بخصوص المشروع والاتفاق بين الصين وإسرائيل على أن يبدأ الخط من ميناء أجدود على البحر المتوسط وينتهي عند ميناء إيلات على خليج العقبة مع وصله بخط السكات الحديد الواصل إلى بئر السبع في صحراء النقب تلا ذلك توقيع اتفاقيات لإشراك عدة دول أخرى في المشروع منها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليابان وما زالت أعمال المشروع جارية كما لا تزال بلاليسستان هائمة الدكتور بهاء الأمير في العشرين من رمضان 1441 هجري الثالث عشر من مايو 2020 ميلادي بهذا نكون قد وصلنا معا إلى نهاية الكتاب أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم وشكرا لكم على وقتكم وصبركم والحمد لله رب العالمين